التدريس وتعليم هذا الفن للأجيال القادمة أجيال الجديدة حضرتك يعني تمارس هذا الدور من فترة وأعلم أن فيه مجموعة من الشباب خرج من تحت إيدك مبدعين لو تحب حضرتك تكلمني عن أسماء خرجت وتعلمت من حضرتك لا أسماء كتيرة يعني هي يعني الكلام ده من يعني من عشرين سنة على مدار عشرين سنة يعني في أسماء كتيرة نيلي كريم حنان مطاوع بسمة روبي من تاني في الكتير دي أسماء تعلمت على إيد حضرتك أول ولاد باسم صمرة في عمر عابد حاليا كنت بتشوف الفروقات اللي بينهم أثناء تلقيهم من حضرتك التدريب ده والتعليم ده آه يعني هما كلهم بالناس بتشتغل يعني وقدر مسألة جد بيشتغلوا بجد آه عايزين يعني يعني يظهروا بمظهر كويس في أداءهم للشخصيات آه في اجتهاد فهمين إن المسألة مش تهريك إن المسألة الموضوع التمثيل مهنة شقة مهنة صعبة آه لأن مفروض في أقصى يعني في ظروف صعبة جدا مطلوب من الممثل يمثل يعني متخيلة مثلا ممثل مجهد نتيجة التصوير بقالوا عشرين ساعة بيشتغل أو طرطة طويلة بيشتغل بيصور في ظرف برد جدا أو حر جدا آه ولبس لبس مش مناسب للحر أو للبرد آه إجهاد مع الطقس مع آه يعني ممكن يكون مدى يتعب صحيا آه عنده مشاكل وعنده حيات وعنده ومطلوب منه حاجات كتيرة يعملها ويركز فيها فده يعني صعب يعني إحنا لما منترمي في الصحراء مثلا زي ما سهل في واحد الغروب ظروف تصويره كانت صعبة جدا جدا يعني حقيقة يعني وأنا عانيت جدا من ده يعني ومطلوب مني أنا أمثل وأقولي الكلام صح وأقولي المشاعر صح وأعمل المشاعر صح ونفس تعليمات المخرج ومدير التصوير ونفس كل ده يعني فتاع فلازم جهاز العصب يبقى جهاز مظبوط وعشان كده احنا بنقول ما نضعاش تقتنا في الكلام فارغ صحتنا الممثل ده لازم حياته تبقى لأن الممثل بيطلع بجسمه طب لو جسمه مليئة مشاكل طبعا يعني العازف الأداة بتاعته هي الألة الموسيقية الممثل الأداة بتاعته هي جسمه فما ينفعش ألة الموسيقية بايزة يعني أو معطوبة زي ما بيقولوا يعني فالممثل عشان كده تلاقي الممثلين الكويسيين بيحاولوا يعملوا رياضة بيحاولوا يعملوا تدريبات رأس تدريبات تمثيل تدريبات يوجا تأمل يعني بيحاولوا يشتغلوا على جسمهم وعلى نفسهم فيما يخص الجهاز العصبي نفسيا وعصبيا لأن لو الممثل عنده حاجة عصبية بايزة أو نفسية بايزة ده بيبانى عطوبة الشخص